السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الحلقة الثانية إن شاء الله اليوم بنواصل دروسنا مع حلقة جديدة في وحدة الرياضيات المتقدمة والنهاردة طبعا الفصل الدراسي الأول نحن بنخاطب دلوقتي الطلاب في سنة وعامة يعني ندر نقول دكاترة مهندسين وكمان دكتورات مهندسات فهنا عندنا الحلقة دي بعنوان طول القوص ودي الحلقة الأولى في طول القوص الوحدة الأولى التمرين الثاني طبعا هنا بسبب طول الحلقة دي فأنا اخترت أقول إن ده حلقة أولى ونكمل إن شاء الله الحلقة التانية في الوحدة الأولى التمرين الثاني بإذن الله تعالى عندنا القطاع الدائري هو جزء طبعا إحنا قلنا الكلام ده بنقوله تاني هو جزء من صحة الدائرة محدودة بقوص من الدائرة ونصفي قطرين مرين بطرفي هذا القوص للوقت هنا عندي الات شوفوا شوفوا عندي هنا طبعا ده القطع الداري ده اسم قوس و ده اسم نص قطر و ده اسم نص قطر و ده اسم نص قطر برافو عليك يا محمود أحسن ايوقي قوس ها دال و ده طبعا نص قطر يبقى ده نص قطر و دي الزاوية اللي هي ده بسمي كله على بعض قطعه دائر في عندي بعض القواني اللي انا احتاجها اللي هي طبعا مرتبطة بطول القوس إيه طول القوس العبارة عن نق في هذا نق في هذا ده اسم طول القوس بتاع القطاع نق في هذا عندي القانون ده طول القوس والنق وهذا ما عليش بالنسبة للطول قوس أنا هنا فيه كان قبل كده بيكتبوه في بعض الكتب إن طول القوس ده ده فين طول القوس أيها طول القوس ده لي رمز ممكن أرمز لي بالرمز لام لك أنا متعمد أكتبه لأنه في كتاب المدرسة كتبه بكلمة طول القوس لكن ممكن نرمز لي بالرمز ايه؟ بالرمز لام يعني لام بيسوي هائدال في النق عموًا أدي هنا مسلس وطلت عناصر هنا طول القوس وهنا هائدال وهنا نق وهنا هائدال لو عايز طول القوس يبقى أضرب لتين ترهو عايز النق يعني لدينا نق وهنا 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 نق ده ضلع وده قوس ده نق وده نق يبقى كم نق نين نق يبقى نق ونق اتنين نق وإيه كمان بالإضافة لكلمة طول القوس دي القوانين اللي احنا هنحتاجها في حلقتنا النهاردة ونشوف التمارين والمسائل وإن شاء الله أمر بسيط ومسائل سهلة لكن ضروري ضروري اتمرن إديك بحل المسائل بنفسك وما تكتفيش بتحل مسألة من كل نوع تحل يعني هنا أجيب جميع الأنواع وجميع الاحتمالات قطاع دائري نصف قطره عشرة أدي نق بسوى عشرة وزاويته المركزية هقدر بسوى 1.2 يوجد طول القوس طبعا لو حب ممكن تجيني لفظي كده وممكن تجيني مرسومة قطاع دائري أدي القطاع دائري طول القوس بسوى مين بقى بسوى مين بقى هقدر ضرب أو نق في هقدر اللي اتنين صح يبقى طول القوس زوى هقدر في نق موجودين الاثنين موجودين يبقى بس تعود مباشر عن الهقدر والنق يبقى بساوي مين الهقدر واحد فاصل اثنين ضرب النق عشرة يبقى إذن الإجمالي بساوي اثناشر سند يبقى دائري بالنسبة لمين؟ بالنسبة لموضوع طول القوس هنا طبعا البيانات جاهزة بنعوض في القناة تعود مباشر كمان سؤال هنا بديني طول القوس الأول كان بديني النق وهقدر اوجد بديني طول قوس عشرة ونص قطره أربعة اوجد قياس الزاوية بالتقدير الدائري اثنين نحيط القطع يبقى هنا عندي الآتي نشوف البيانات اللي عندي مين القوس اكتب طول القوس كام هذه الرسمة بتاعتي النقب كام أربعة هذه النقب أربعة وطبعا النق التانية ازاي بالزبط نفس الكلام طب وطول القوس طول القوس ده عشر يبقى مين اللي مش موجود اليمين اللي هي الهقدر اللي مش موجود شوف النصف الأكتر موجودة وبعدين هقدر اللي هي مش موجودة فمنقوله الآتي طول القوس مين طول القوس عبارة عن يساوي عشر طيب بعدين النق النقب يساوي أربعة يعايز الزاوية الهقدر ما الهقدر بيساوي طول القوس على نقب طول القوس الضرب لكن الهقدر بيساوي ايه طول القوس على نقب طول القوس على نصف القطع الهقدر بيساوي طول القوس على نصف القطع حيساوي شرطة تعويض مباشر يبقى كأنه انا عندي القانون بعاوض من طول القوس التول قوص 10if10 على نقل نصف القطر ل 4 القسم quero شكرا على الأق S يديني كام يديني الكلام ده بالدائري يبقى هو ده بالقياس ده لو قالي الستين يبنحول اما محيط القطاع هي قانون محيط القطاع محيط القطاع معناها تجمع الضلة ده والضلة ده والضلة ده يبقى محيط القطاع محيط القطاع يساوي مين بقى بيساوي اتنين نقق ايوة نقق زائد نقق اتنين نقق زائد طول القرص ده وطول مباشر يبقى بيساوي اتنين ضرب النقب كام عشرة لأنقب 4 زائد كام طول القوس عشرة اضرب 2 فاربعة 8 8 وعشر يبقى النتج يسيره 18 سن برضو بنشوف مسألة تانية سؤال تاني طبعا بيانات مختلفة كل مرة يعني تظن ان هي هي لكن لا في اختلاف هنا قطاع دائري طول قوس عشرين اوجد قياس زاويته بالتقدير الدائري والستين كم يبقى يجيب دائري والستين وحنا اخذنا تحويل من دائري الستين والستين الدائري الحصان الماضية يبقى هنا الآتي ادي القطاع الدائري ايه اللي موجود عندي طول القوس عشرين يبقى القوس عشرين طب ونص القطرة عشر يبقى هنا عشر زاويته طب طول القوس طول القوس عشرين ادي عشرين يبقى ايه اللي مش موجود هائدال طب هائدال بيساو مين لا معلنق يبقى طول القوس عشرين والنق موجود طول القوس يساوي 20 وهاء دال أو النقل يساوي 10 طبعاً أريد هاء دال هاء دال يساوي لام على نقل لام على نقل هي طول القوس على نصف القطر طول القوس على نصف القطر واضح؟ هذا طول القوس 20 اقسمهم نتيجة ديني 20 على 10 يساوي 2 دائرة كأن المسألة مش عارف هيه ولا أنا مغير السؤال هنا طلب مني قياس 60 بعد ما جبت الكلام ده عايز القياس إيبقى أنا جبت هنا هاء دال بساوي تلقص على نقل تعود مباشر أنا بوري لك الرسمة إزاي شكلها بكتب لك البيانات لكن إنت لو تحبت حل كله هاء دال بساوي 20 على 10 ويدي ننطق هو ده الخطوطين هو دول الحل طيب بعد كده عايز يحول طبعاً دائري عايز 60 فكنين 60 بنضرب دي في 180 على بار يبقى كأن قادي القانون سين درجة بساوي هاء دال ضرب مين بقى 180 على باي يبقى هنا سين درجة بساوي مين الها الها اللي احنا جبناها دلوقتي اتنين ضرب المية وتمانين على الباي ببدل 180 على باي هاء اللي هي اتنين 180 على باي واجيب الكلام ده بالآلة يمكن محدش حضر الموضوع ده بالآلة قادي الآلة قادي الآلة المرة الأولانية عايز أجيب الكلام ده طبعاً نتأكد إنها بالريديان ساعات احنا طبعاً شغلنا كله ريديان ديجري مش ريديان و ديجري إذا أنا حاتكلم عن الدرجات يبقى لازم يكون نظام الدجري يبقى كإنه هنا أو لو شفت نتأكد شفت ديجري شفت مود تديني هنا أنا بتكلم 180 وأرقام ديجري يبقى أدوس على ثلاثة هاء قادي نظام ثلاثة وبعد كده نبدأ نعوض بالآلة هادي الآلة نقول له مين بقى اتنين ضرب الآلة اللي هي باي على 180 لأنه نعمل بسط ومقا هو اللي فوق 180 أكتب 180 وأكتب أسفل نكتب الباي الباي هنا موجود على الجسم الصلب هنا على الـ X10 هنا لكن أنا حاضغط شفت وأكتب X10 كتبت لي الباي شفت نفس الشكل ده هو اللي مكتوب شايف هو هو 2 في 180 على بعض وأقول له بيساوي بيساوي يديني 114 كاس وأروح مسجل الأرقام دي واضح خلي بالك دي درجات وممكن لو عملت فواصل شايف خلاص انت لو كتبت دي 114 فواصل 59 خلاص انتهت هو ده الحل وممكن على الفواصل يديني بالدقاء درجات دقائق سواني درجات دقائق سواني ارجع ثاني على المو على الأكومة يديني الدرجات وفواصل هنا درجات دقائق سواني يعني ممكن بالحالتين الكلام يبقى هنا أسجل الكلام ده طب هنا وبعدين أدوس مرة ثانية يديني ايه بالدرجات والدقائق والسواني واضح 114 لو احنا كتبنا كده صح ولكن تكمل ليها بالفواصل ندوس على الفواصل تديني الكلام بننتقل إلى سؤال آخر قطاع دائري محيطه خلي بالك في فرق بين المحيط وطول القوص طول القوص بس يقصد دي اللام لكن المحيط معناها ايه ايوه صح يبقى هنا محيط القطاع بسوى 20 ونص القطر هنا كام 6 ادي نص القطر 6 نقل بسوى 6 وبعد كده طبعا لو حبيت أقول محيط القطاع ايه قانونه يعني اعيز قياس الزاوية ب القطاع الدائري بالتقدير الدائري عايز القياس الزاوية يعني عايز هذا دا بساوي فكرك بالقانون هيجي دلوقت هنك تzahl bütün لكن عموما محيط القطع ده ده لي قانون اللي هو عبارة عن مين عبارة اثنين نق زائد طول القوس يساوي العشرين. لكن هنا ده نق معروف انا النق معروف عندي اعوض عن النق هنا بدل النق اعوض بيباستة اهي اهي اثنين نق. قبل الكلام ده يساوي اثنين ضرب ستة زائد طول القوس بيساوي 20. 2 في 6 بكام ب 12. كل ده عشان اجيب طول القوس. بيساوي عشان قدر استخدم اجيب الزاوية بتاعتك. انقل ال 12 الطرف الاخر. يبقى عندي طول القوس هيساوي. انقل ال 12 هناك ب 20 ناقص 12. يبقى طول القوس بيساوي كام? بيساوي 8. بس انا عايز قيز الزاوية خلاص طلب طول القوس عندي ونقع عندي خلاص سهل ان اجيب الكلام ده. اجيب طول القوس هنا هنا. اجيب ده. شايفين ده? اجيبه هنا. نقق قوس. طب ايه الفايدة? عشان اقول له بقى هادا اللي بيساوي بقى طول القوس على نقق. هادا اللي بيساوي طول القوس على نقق. هيساوي مين طول القوس 8? ومين النقق 6? يعني اعود تقود بباشر على الكلام ده. يدين هادا اللي بيساوي وده بالتقدير يبقى هنا طبعا فكرة جديدة. اديني محيط القطاع من خلاله اجيب بقى طبعا من ديني نقق بنعوض ونجيبي الكلام. واحد بيقول مش فاهم معيد تاني لا ما فيش مشكلة انت بتعد الشريط وتسمع مرة تاني ولا يهمك طيب كمان واحدة عشان شكلك زعلان قطاع دائرة طول نص خطره عشرة وقياس زاويته المركزية مية وعشرين درجة اه مية وعشرين درجة هنا اديني نقق اديني نقق. هنا كام؟ عشر وطبعا ده عشر طب الزاوية دي الزاوية دي مية وعشرين اللي هي المركزية اه طول القوص بقى عشان اجيبه لازم تبقى دي بالقياس الدائري. طب ايه قانون طول القوص بيساوي؟ ها ده الدرب نق هل ينفع عوض عن المية وعشرين هنا؟ ما ينفعش هنا بقى. يبقى لابد ان انا حول ما انه ما قاليش حول لابد احول من ستيني لدائري طب ايه فاكرين التحويل من ستيني لدائري؟ هنا درجة يبقى اضرب في باي على مية وثمانين يبقى كنقول له يبقى سين درجة بيساوي ميتين وعشرين يبقى هنا هقول له ها ادال بيساوي سين درجة ضرب ايه بقى باي على مية وثمانين عشان احول لإيه؟ دائري يبقى لها بيساوي مين بقى؟ من السين درجة؟ المية وعشرين ضرب الباي على المية وثمانين وسريعا كده بالقالة الكلام ده انا بعمله متعمد عشان اللي محضرش الحصة الماضية في موضوع القالة طبعا احنا عملناها عن نظام ده نكتب الكلام ده اكتبه هنا بقى نقوله 120 وهذه النتيجة تقابلي كمان وبعدين ضرب وبعدين بسط ومقام ادي علامة البسط المقام هنا عشان اضرب اكتب الكلام البي مكتب على الجسم الصلب عند الفوق الـ X10 بقى اكتب الاول shift وبعدين X10 كتبتلي البي فوق انزل تحت اكتب 180 واحد تمانية صفر واكتب بقى يساوي يدين 2 على 3 باي يبقى كأن الهائدال بساوي 2 على 3 ده اللي هو طيب عايز مي بقى عايز طول القوس خلاص بقى تضرب دية في نصف القوس يبقى ده معنا طول القوس بساوي هائدال مين هائدال هي دي الهائدال 2 على 3 باي بدل هائدال جبناها ايه هو هتكتب 240 ولا تبقى في خطأ في السؤال 240 120 خطأ لانه لازم يبقى بالدائري عشان كده جبناه ضرب مين ضرب نصف القطف كام نصف القطف وهتب الآل عادي ضرب عادي 2 على 3 باي طيب ازاي دي تكتب 2 على 3 باي آل الآتي كأن البي دي موجودة جنبه كأن البي دي فوق جنب الاتنين يبقى اكتب 2 باي على 3 يعني هقول له بسطه مقام قادي بسطه مقام واكتب 2 باي لأوي دي دي يبقى 2 وشفت للباي آه كتبنا 2 باي وبعد نكليك أسفل إيه بقى اللي تحت 3 روح كاتب 3 أعلى أجيب كليك يمين وإلا النتج هو شفت العلامة السودة دي لازم تجي على الجنب كليك يمين وقاله ضرب ضرب مين ضرب العشان يساوي كامل نتج 20 على 3 باي لو حبيت تجيبها بالإس دي بالأرقام يبقى 20.3 يبقى دا طول القوس 20.3 لو حبيت تخليها بالباي ما فيش مشكلة يعني كده أو كده عشانها 3 باي أو الكلام يبقى هنا بيساوي 20.9 قال لك قرب قرب ما قال لكش قرب تخليها زي ما هي بننتقل إلى سؤال آخر قطع دائرة القوس وخمسين وزقية زوية المركزية 240 كبيرة شوية أوجي طول نص قطر القطع عايز نص القطر برضو هنا أنا ما ينفعش أستخدم القواني إلا ما تكون دين بالدائرة نفس القص يبقى كإن هذه إيه هذه طول القوس خمسين وعندي سين درجة 42 هذا القطع الدائري طبعا 42 زوية كبيرة أبقى هي دي زوية المركزية دي زوية المركزية 240 القوس دا طوله خمسين بس إيه اللي مش موجود يبقى مش موجود نص القطر يبقى إيه قانون نص القطر أكتب قانون نص القطر يصنع بساوي مين بقى؟ أيوه طول القوس على هائدال هائدال دا دائري هل ينفعك تل 140 لا يبقى لابد أن أحول دي من دائري من 60 لدائري كبيرة تضرب في باي على 180 يبقى هنا عشان تحول البي باي على 180 يبقى نقوله هائدال بساوي سين درجة ضرب البي على 180 سين درجة اللي هي دي هي 240 دي هايسة 2240 ضرب يبقى باي على 180 ويجبها بقى بالآلة بقى مش هنعود كل شوية نجيب الآلة عشان ما نعطرش نفسينا يبقى 4 على 3 يبقى دي هائدال طب وبعدين عايز مين عايز أجيب ممكن أجيب بقى بالفواصل ما فيش مشكلة طب عايزي نجيب بعد كده مين بقى أجيب اللي هو نعود بقى في طول القوس على نق نقم يساوي مين طول القوس ما هو يديني 50 أوه كتب 50 وققى بكرر تاني تعوض على المتين واربعين لا تعوض على الناتج اللي طلعنا تبقى دي معناها 4 باي على 3 البي هنا ممكن تتكتب فوق معناها هنا 4 باي على 3 يعني دي العلامة 50 أهي اللي يطول القوس على الهائدال ايه دي الهائدال ويجبها باستخدام الال طب ازاي دي 3 تدور بقى الأعلامة دي ما فيش مشكلة قادي على قادي الدايرة الآلة وبعدين اجي امسح كل القديم هنعمل اول حاجة البسط البسط فوق كام 50 ده 50 50 وبعدين 4 باي 4 باي اروح كاتب 4 shift shift باي لا شو احنا كتبناها فوق لا كده ما ينفعش ما عملناش كلك اسفل ايوه كلك اسفل تنزل تحت وبعدين اكتبين 4 باي 4 shift اكسبت اللي هي x-1 ايوه 4 باي واعمل اي بسي ايوه كام 3 ازاي بالقالة واضحة وتجيب الكلام ده خلاص موجودة هم هم نفس الثلاثة ادوار موجودين واكتب يساوي تديني الكلام بنقب سعى 11.9 11.9 ايقرب بدون تقريب يبقى ايقرب يبقى تقريبا اتناشر او اتناشر فاصل تسع 11.9 ممكن كده اوكي بعد كده كمان الباق جيم ثلاث خامل زاو دي مهمة شوية وخلي بالك معايا الباق جيم ثلاث خامل زاو فيه ألف باق ثلاثة وباق جيم أربعة رسم قوس دائري مركزه ألف وطول نصف قطر دائرة ألف باق ويقطع الضل ألف جيم في دال يوجد محيط المنطقة المظلرة طبعا يعني هو مديني الشكل لكن أنا سأرسم وقال لي باق جيم مسر هذا مسلس وقال لي قائم قائم الزاو في باق يبا دي قائم الزاو القايم ألف باق يبا دي الزاو القايم السعين رسم قوس مركز ألف مركز ألف هنا هرسم قوس يعني يجب الفرجار وروح رسم من مركز أوطول نصف أيوة كأن برسم من هنا المركز ده نصف يجي هده آه يجي كده شايفين أيوة رسم فأصبع ده القوس وهو أعمل كده أصبح هده ده الشكل وفي شكل قطع وبعد كده ما تنساش ان ده ثلاثة سنط ألف بقى ثلاثة وبقى جيم لأربعة طبعا ده في سغورس ده مسلس قائم بيقول تعال نشو بقى واحدة واحدة يركز وطول نسقط ركز ويقطع ايه وجد محيط المنطقة المظللة ايه محيط المنطقة المظللة عبارة عن الضل أده الجيم وأجيب الضل أجيب والقوس القوس لي قنون لازم يكون عندي هقدال ونق عندي النق لكن ما عندي ش الهقدال أنا فكر أنا جيبها ازاي يبقى القوس مش موجود طب وده الجيم مش موجود برضي واضح ده موجود عندي ألف ده لإن نق طب ده ثلاثة يبقى ده كام ده بالضبط زي ثلاثة ده ثلاثة ده ثلاثة يعني هنا الجزء ده ايو 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 يبقى ده ثلاثة برضا طيب وخلي بالك ان الزاوية ده كامل كده قائمة ثلاثة قائمة هو قال لي كده لازم استفيد منه طب وبعدين أنا عايز مش عايز الالف ده ده أنا عايز الدال جيم أنا عايز الدال جيم مهين عشان اجيب الدال جيم ده قال لي قائم الزاوية الدال جيم ده اجيبها من فيساغورس فيساغورس ده كل لو جبت ده كل هيديني ألف جيم اطرحه منه الثلاثة سنتي يديني الناف طب عايز ايه كمان طب طول القوس اجيبه مين اجيبه عايز اجيب طول القوس ده يبقى لازم اجيب الزاوية المركز زي مش عندي الزاوية المركز عشان اجيب زاوية الزاوية بقوله طالما فيه ضلعين معروفين يستخدم يا جا يا جا يا زا اللي موجود عندي ضل او ضل ضلعي القائمة يبقى استخدم الزاو يبقى نستخدم مين الزاو يبقى هنا نقوله انطبعا النق بساوي ثلاثة زا اجيب زا اللي هي تعتبر الزاوية بتاعة القطع اجيبها من فين من المثلث كامل الزاو بساوي مقابل على مجاور مقابل على مجاور مين المقابل للالف جيم بق يبقى جيم بق على المجاور على الف بق يبقى زا الف جيم بق على الف تمام ابدأ عوض ما هم موجودين عندي يعني يبقى زا الف يساوي كام اربعة على تلاتة اربعة بق طبعا دي نسبة لكن انا عايز زاوية الف في الحالة دي بجيبها باستخدام الآل يعني اجيب الآلة عشان اجيب زاوية الف يبقى بعد كده اقوله زاوية الف استخدام الآلة يبقى الف بتساوي عشان اجيب الزاوية اقوله shift تاني shift تاني الكلام ده يبقى دي الآلة الحسبة وقل عشان تان shift تان فين التان ايوة دي التان واروح فتا قوس اللي مكتوب جوه اربعة على ثلاثة اعمل النسبة دي اربعة على ثلاثة وبعدين نلغي كده ليه عشان اجيب الزاوية انا ماجيبش التاني باجيبش shift تاني عشان اجيب الزاوية بقوله shift تاني يساوي 53.1 يبقى الزاوية دي 53.1 دي دي بس خلي بالك انها بالستين يبقى كأن القلب يساوي 53.1 تاني تقريبا طبعا طبعا هنا عشان انا اجيب القوس محتاج يكون عندي يبقى لازم يكون عندي القياس دا بال بالدائرة مش بالستين يبقى نحول ها الستين لدائرة يبقى نقول يبقى ها تساوي سين درجة ضرب الباي على 108 وبعدين يساعة وضع يبقى ها بيساوي السين درجة وهي 53.1 ضرب الباي على 180 هاته بالآلة يبقى الهات الديني كام 28 جبنا الكلام دا اظن بقى سهل جدا اجيب القوس واضح اجيب القوس طول بقى جيم ليه لان انا عايز المحيط اقول دا اجيب الضلع دا واجيب الضلع دا واجيب القوس دا موجود خلاص في ظلي دال جيم ودال بقى دال جيم دي لازم اجيبها من في الصغورس اما دال بقى اجيبها من القطاع هو هنا مش عارف احنا بقى طول القوس عشان اجيب طول القوس بساوي مين بقى بساوي هاء دال على نق طول القوس لا النق في هاء دال نق في هاء دال او هاء دال في نق طب هاء دال معروفة اي كان فاصل تسعة ثمانية سي لسه جايبينها ضرب النق هاء النق الدي هاي ثلاثة يديني طل القوس يبقى انا جبت حاكتين دل وقت جبت الضلق ده والقوس جبته بقي لي مين ده الجيم يبقى انا خلي بالك دل وقت اللي انا هجيب نعمل عليه علامة ان احنا جبناها لان هستخدمه بعد كده يبقى اول شيء اول شيء عندي انا عندي طبعا اللي هو من المسلس ده موجود وكمان طول القوس موجود ادي حاجتين واضح ادي واحد وهنا اتنين ايوا دي اتنين يعني رقم اتنين يعني تمام كده يعني دي موجودة مين فضل لسه فضل الضل بقى ده الجيم الضل ده ده مش موجود ايزا اجيبه اجيبه ايه من فيس غورس كامل بقى احنا ما استخدم ناش بقى المسلس القائم استخدم نه في التان صحيح لكن عايز ايه اجيب الف جيم هقول بقى ايه من فيس غورس تقول من بقى الف جيم تربيع ثلاثة تربيع زاد اربعة تربيع ضلعي الوتر يساوي مربع الضلعين التانين يساوي تلاتة تربيع زاد اربعة تربيع ده فيس غورس طبعا تفاكرين وبعد كده بقى جيم تربيع بساوي دين خمسة وعشرين طبق هات جزرها عشان يجيب الف جيم يبقى لجيم بساوي خمسة خلاص بجبت ده كام ده كله خمسة خلي ده كله خمسة يبقى ده الجيم بساوي كام ده تلاتة يبقى ده ده جيم بساوي خمسة ناقص تلاتة بساوي اتنين وده الجزء łu إيه الجزء الثالث في السؤال ليه كل الكلام بجيب مين بجيب ده ده اللي هو الجزء التالت دي تلاتة المحيط هو ان انا اجمع التلاتة دول عايز محيط الجزء المزلل محيط الجزء المزلل عبارة عن ايه عبارة عن محيط عبارة عن ايه باقي جيم موجود اصلا والقوس جبناه وده الجيم جبناه من في صغورس يبع عندي واحد واثنين وثلاتة المحيط ده نناجمع التلاتة دول يعني حجم على الضلل ده والضلل ده والضلل ده يبقى نقوله محيط القاعدة عبارة عن ده الجيم زائد جيم باقي زائد كمان طول القوس بعد كده بيساوي ده الجيم من ده الجيم ده الجيم اللي هي اللي احنا جبناها اتنين زائد الباقي جيم اربعة زائد طول القوس اللي جبناه اتنين فاصل ثمانية اجمعهم النتيجة ديني اربعة فاصل ثمانية مالشي انا سمع الصوات بتقولي لو سمحت ايه تاني يا استاذ مالشي استسمحكوا ان انتو عيدوا الشيطة من اول اسمعها مرة تانية لكن فهمكوا شيء وتطبيقوا شيء ضروري ضروري تحل بنفسك الاسئلة وطبعا ده يعتبر الاخر سؤال في الحرقة واخيرا وليس اخيرا بنتركوا في العلية الله لكن بيقولي يحاول بنفسك تقريبا نفس السؤال تقريبا نفس الشيء اه هنا بيقولي وضح الشكل مقابل ده انا سخطرها ستة ده ستة طبعا يبقى ده ستة خلي بالك ده ستة يبقى ده ستة وده القوس وعندي ده مماس قال لي قالي بقى مماس طب ايه بس الفكرة بتاعتي عن عندي بقى مماس يبقى ده معناه ان المماس بيعمل مع نصف القطر زاوية قائمة المماس ده يعني هنا دي زاوية قائمة قائمة واضح يعني تسعين درجة دي الزاوية دي تسعين وطبعا السفيد ديها برضو في سغورس ممكن اجيبين الزاوية نفس الكلام يعني خلاص دي قائمة انا دلوقتي هنا الانتي عايز ايه هو عايز قيس دير الزاوية الف مين بقى الف مين بقى عايز الزاوية دي اه يبقى اضطر اجيب النسب ايه النسب اللي هنا هنا تعتبر التان لان الوطر مش معروف التان سوى مقابل عمي بقى نقول له تان سيت مين تمانية على ستة واجيب الزاوية شفت تاني يديني الزاوية ونحولها اجيبها بالريديان وبعدين عايز تقول بقى راق فين بقى راق دي بقى راق الجزء ده طب الجزء ده ازاي اجيبه اه لازم اجيب اجيب بقى مين بفيسا غرس بقى مين تربية بساوية تمانية تربية زي ستة تربية واجيب جزرها ويديني بقى جيب خلاص اطرح منهم يديني بقى راق عايز محيط المنطقة المزللة يبقى لابد ان انا اجيب يطول خسن نفس الفكرة اذا حلت المسألة اللي فاتت تحل المسألة ده واخيرا وليس اخيرا اترككم في عائلة الله والسلام عليكم واطلابا في الاخر بنقول لكم مع تحيات استاذ محمد اسماعيل خلال وإلى اللقاء نواخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم سالمين ان شاء الله القادم في تمارين على الاسم استوضعكم الله خلاص 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 خلاص